مرة أخرى تصطدم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث بتعنت ميليشيا الحوثي وإصرارها على التمسك بالخيار العسكري رغم الخسائر التي لحقتها في الأسابيع الأخيرة معركة الحديدة التي يرى فيها مراقبون محطة فاصلة في تاريخ الصراع في اليمن تبتعد عن النهاية السلمية التي كان يرتب لها المبعوث الأممي حيث رفضت ميليشيا الحوثي تسليم المدينة دون قتال وهددت بالمضي في التصعيد حتى نهاية المعركة بعد أن أبدت سابقا قبولها المبدئي لتسليم المدينة ولكن بشرط أن تدار من قبل اللجنة الأممية التطور الجديد في موقف الحوثيين عزاه مراقبون إلى رغبة إيرانية في عدم خروج ميناء الحديدة الاستراتيجي من نفوذها وبالتالي فقدانها لتواجدها على ساحل البحر الأحمر فصارت تدفع الميليشيات التابعة لها باتجاه التمسك بالخطوط الساحلية ومواصلة القتال القتال الذي لم يتوقف منذ أيام واستمرار القصف من قبل طائرات التحالف العربي أمور ألجأت ميليشيا الحوثي إلى التخندق بالمنشآت الحيوية في ظل مخاوف من لجوئهم كحل أخير إلى تخريب ميناء الحديدة وخصوصا بعد تسرب أنباء عن وجود عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني تتمركز في مطار وميناء الحديدة وقد يكون لها دور في تدريب ميليشيات حوثية على تفجير البنية التحتية للمدينة وأمام هذا الواقع الذي يعقد حسم المعركة عسكريا بأقل الخسائر تبدو محاولات المبعوث الدولي مارتين جريفث لاستنفاذ كافة الوسائل السلمية بغية إعادة المدينة إلى الحكومة الشرعية اليمنية تقترب من الفشل وتتصعد المخاوف من كارثة ستحل بالمدنيين مع إصرار طرفي المعركة على حسمها عسكريا